خلي بالك كمان ان ربنا خلق جوه الانسان الضمير والدين يختلف عن السلوكيات تماما يعني الدين مش هو سلوكيات لان في بعض البلاد اللي لا تؤمن بوجود الله يقولك احنا عندنا سلوك خلي بالك الدين هو عشرة مع الله هو حياة مع الله فانت لما بتقول انا عندي سلوكيات لا الدين كمان بيقولك انا اوجدت فيك ضمير فكل واحد بيعمل غلط بيبقى حاسس ضمير واجعه ليه ضمير واجعه علشان ربنا بيقول وصاية ويقولك الوصية دي انت تأملها فلما بتخلفها ضمير الانسان بيتعبه وبيوجعه خلي بالك ان في ظل الخطية الانسان بيحاول يقول مفيش ربنا تخيل تخيل ان الانسان من قطر ما بيقول انا عايش في الخطية مش قادر ابعد عن الخطية فالشيطان يقولك ايه طب ما تيجي بقى تريح نفسك وبدل ما تقعد تدعب ضميرك ما تيجي نقول مفيش ربنا عشان كده تكملت المزمور الجميلة بتقول ايه بتقول قال الجاهل في قلبه ليس اله وبعدين يقول كده فسده رجسه يعني ايه يعني الانسان اللي عايش في الفساد الانسان اللي عايش في الخطية الانسان اللي عايش بعيد عن ربنا هو اللي هيدور ان ربنا ما يكونش موجود عشان يسكت صوت ضميره ويقوله ريحني بقى ربنا مش هيحسبني اعمل اللي انا عايزه عارفين الطالب المذاكر مستني يوم الامتحان علشان تعبوا اللي موجود ده كله يكتب في الورقة